سيد مقدم الناس مخبوصين بقضية اللوحات الجديدة وما يعرفون شو أفوا اللوحة شكلها حلو اللوحة والناس بدأت ترغب بتغيير الأرقام فشلون راح تكون آلية طبيعة تسجيل على اللوحات الجديدة شنو هي الرسوم شنو هي آلية التسجيل وين واحد يسجل من هي الفئات المشمولة شكرا على سؤالك بالأمس القريب تشرفنا بحضور دولة رئيس الوزراء القادة العام القوات المسلحة المهندس محمد الشيعة السوداني والسيد معالي وزير داخلية المحترم عبدالأمير كامل الشمري والعديد من أصحاب القرار والاختصاص في موضوع اللوحات المرورية كان افتتاح يوم واحد ستة في مديرية المرور العامة هذا المعمل هو الأول من نوعية في العراق يعمل على تقديم أفضل خدمة معملية من حيث انتاج اللوحات دو طاقة انتاجية عالية المعمل ما بين 1500 إلى 1000 لوحة مرورية ينتج بالساعة الواحدة 1500 أو 2500 إلى 2000 1500 إلى 2000 لوحة بالساعة الواحدة بالساعة الواحدة 2000 لوحة بالساعة الواحدة اي نعم جيد هذا المعمل دو جودة أمنية عالية طيب اللوحة عضرا دو جودة أمنية عالية وإن شاء الله راح تلبي طموحات المواطن يعني في السابق كانوا كنت أخير في إصدار اللوحة طباعة اللوحات وطباعة اللوحات وشهر وشهرين ما مستلم هذا الموضوع راح ينتهي جدريا اشتركوا في القناة